حالة بحضراتكم جديد الحياة من خلال الاهتمام الإعلامي والصحفي بقرارات النادي الألي خاصة ما تعلق بتشكيل شركة الألي كرة القدم كانت مقالة مهمة للأستاذ عثمان سالم مدير تحرير جديدة الأخبار والأستاذ عثمان سالم رجل مش أهلاوي فبالتالي لما يصدر منه رأي بحق المهندس عدلي واجب الاهتمام لأن الحياة الرجل بيقول الثعلة بالعجوز قرار صدف أهله اختيار الثعلة بالعجوز المهندس عدل القيعي رئيسا لشركة تلالة كرة القدم ولم تكن الحكمة في اختيار الرئيس فقط وإنما في العضوين خالد عبدالقادر وأحمد حسام عود وقد يشفق البعض على السلاسة في قيادة الشركة لتحديات غاية في الصعوبة بعد أن أصبحت اللعبة الشعبية صناعة ضخمة تحتاج للملعين من العملات الصعبة والمحلية بسبب المبلغة في العقود وبيقول عرفت المهندس القيعي في ثمانيات القرن الماضي عندما كان عضوا في مجلس إدارة التحاد اليد مع الدكتور حسن مصطفى القيعي كان عضوا بمجلس إدارة الأهلي ثم عضوا في مجلس معين بالتحاد الكرة برئاسة عصام عمنهم وهو أحد مؤسسي مجلة النادي ورفقت الرجل في كاس العالم للأندية باليابان ولديه قدرات إدارية عالية بفضل دهائه الذي أهله للاستمرار في العديد من المواقع حتى الآن بجدارة واستحقاق بجانب تقديمه بنجاح برنامج ملك واكتبة مع الزميل العزيز أبراهيم المنسي في القناة النادي ولا أدري إن كان سيكمل هذه المهمة أم يتركها ليتفرغ للشركة وده كويس إن احنا نجاوب عليه ها في علاقة بين الشركة والبرنامج أنا عايز أقول حاجة اه أنا قلت إن شاغ فيه في الحياة أن أصبح إعلاميا تمام واعتذرت أكتر من مرة لكي أصبح إعلاميا اه احنا بنشتغل يومين في الأسبوع اي وبنشتغلهم بالليل اي عمري عمري ما حيكون فيه تقصير لشيء على حساب شيء ولا تعرض بني وإذا كان كنت لا أستطيع إن أنا قافي ودي كل حاجة حقها هاعتذر فورا أو كنت اعتذرت اعم يا جماعة أنا لست المدير التنفيذي لشركة الأهل للإنتاج لكرة قدب أنا رئيس مجلس الإدارة ده مش عمل وظيف وخليكوا تايما تعرفوا حاجة إن مجلس الإدارة وراسم سياسات هو يدرس ويدعى الخطط ويدعى الرؤى ويدعى وينقش الأمور ويوقع العقود إنما التنفيذ له ناس ودول اللازم يبقوا متفرغين إحنا حنبقى موجودين بشكل يومي بشكل يومي لأن العمل كتير هيقتضي أنك تكون موجود باستمرار طيب النهاردة مش عندنا برنامج أنا الصبح كنت فيه في النادي في النادي مع مجلس الإدارة ايه اجتماع مطول ايه فربنا لا فيش تعارض ولا تدارض لا لا التعارض الوحيد مشيئة الله ونعم بالله إن شاء الله ما بقاش فيه أي حاجة تمنع اشتركوا في القناة